تعالوا نعمل بيتزا ومع بإمكانيات اللي عندنا يعني مفيش إمكانيات وبش حاجة غير حبت جيبنك الفريزة طلعتهم بس ولا أي حاجة معا كوباتين دقيقة معلقتين لبنبودرة معلقتين خميرة صغيرة رشة ملح ورش السكر معلقتين من الزيت لا يعني معلقتين من الزيت بس معلقتين لبنبودرة كبار رشة ملح ورش السكر وخميرة يلا بينا كوباتين دقيقة تالت تالت وعاشر شابيزة بس عليها كتير كوباتين من دقيقة رشة ملح ورشة سكر يعني نص معلقة خميرة صغيرة معلقتين كبار من اللبن البودرة معلقتين من الزيت عشان مش دايما اللبن البودرة موجود ونعجم بمية عايز حطي معلقتين اللبن حطي مش عايزة برضو مش مهمة ممكن بمية وخلاص بس انا بنحسن طعمها وبنحسن طعم العجينة وبنحسن ان دي عملة اللبن البودرة في الدي عمزة المحسن ايه الحشوة اللي عندي؟ اه عايزين نعمل الصلصة بس الاول الصلصة دي عبارة عن ايه؟ عصير طماطم نعمل نتقي القوي طم وزعتر وملح وفلفل وزيت كله على بعضه على النار انا هعمل بتزيق او اتنين ده عاصل طماطم يعتبر اللي هو جاهز ده عارفينه؟ اللي هو يسوس كده ببعفة ازايز طبعا بفضل الفرش عادي لو موجود مش موجود مش مهم استعملي دوت عليه طم مفروم على طول كده ناي عليه شوية زعتر عليه شوية فلفل اسود كلهم على بعض نايف نايف وسلم يتسبكوا دي احلى طريقة يعني حتى لو مش عندك ده عندك عصير الطماطم العادي الفرش في الخلاط ده نفس الطريقة تعملي ده والزيت عملتيه بالعصير الطماطم اللي في الازايز اللي بيتباع ماشي عملتيه بالفرش طازة عصير عصيري طماطم في الخلاط وحطيها كله كله نفس الطريقة دي هتحطي التوم مع الزعتر مع الملح والفلبل وشوية الزيت قطعت ايه العجينة على قد الصواني اللي انا عايزاها فانا جبت صواني صغننة حيسي كل واحد دي صنية طبعا لو زيبتوك الواحدة الكوبيتين دي بيعملوا صنيتين كبار ليأ ما اسطنيها عشرين تلاتين فانا جبت حملت اربعة صغيرين ماشي نفردها زي الغيب العيش ونفرد العجينة بتاعتنا لو حلو السمك ده ماشي ماشي حلو زي ما انت عايزة بقى البطاتي زي ما انت عايزة انا بتهايلي كده كويس ناخد بقى الصلصة بتاعتنا ونبدأ ايه نوزع الصلصة دي طعم حلو برضو يعني الصلصة دي مش ايه يعني مش مجرد ان هي بتبقى يا دوبك مسحة صغيرة لأ خلي فيها شوية صلصة كانت دي طعم بتاعتنا تعمل العيش نفسه بتاع البيلزة وبعدين نحط شوية جبنا رومي جبنا شادر الموجود عندك اي حاجة وما تقطريش مقاش حاجة حدقى عايزة تقطري بس المودرينة ماشي هي دي اللي بنقطرها ومش بدأي لأ منها انما رومي لأ الرومي رايزة تبقى حاجة قليلة لشان هي تبقى حدقى زطور برضو مش كتير